اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التوقعات بتشبه بعض بالنسبة للأبراج يعني بالنسبة للسمعة وبالنسبة لبيت المتاعب انا ذكرت هذا الاشي في توقعات الشهر بتقدروا ترجعوا لتوقعات الشهر وتعرفوا انه انا ذكرت انه هاي الفترة على جميع الأبراج في نوع من انواع الضغط على بيت السمعة وعلى بيت المتاعب في ناس كثير من الأبراج على بيت السمعة يعني اللي هنه اخر ثلاث بيوت اللي هو بيت السمعة وبيت الاصدقاء والمعارف وبيت المتاعب هذولا الاغلب بيعاني من ضغط في هذه البيوت الاغلب فعشان هيك بتحس انه التوقعات متشابهة لجميع الأبراج اثنين في ناس تيجي بتقول لك يا عمي يعني شبيهة لتوقعات مبارح طيب هو انا بدأ اجيبها من دار ابوي يعني انا التوقعات من من بدأ اجيبها هي خارطة فلكية القمر بتحرك كل يومين فتلقائيا في يومين هذولا رح يشبهوا بعض او ثلاث ايام رح يشبهوا بعض في التوقعات الا تحركات بعض الكواكب او انتهاء بعض الزوايا يعني انا ما بألف لكو تأليف ولا بجاملكو مجاملة ولا بجيب اشي من عندي بس مجرد اني انا بدأ احكي انا شو بشوف انا شو بحكي اثنين انا ما بعد الحلقة يعني ما بعمل لها اعداد بكتبها وبدوزنها وبرتب الكلام فيها عشان انا احكي الكوية يعني انا بفتح الخارطة الفلكية قدامي بشوف شو موجود زي ما بقرأها بين وبين نفسي بقرأ الكوية عشان هيك يعني انتو حتى بالمونتاج بعد مرات انا بتغلب من دددددددددده الكلام اللي بطلع هذا فيه تخربطه وفيه عكو فيه شغلات زي هيك بس انا يعني بحاول قدر الامكان ان اقرأ الكوية زي ما انا شايفه بدون اعداد عشان انا ما اخربط لاني لو عديته ممكن انا اتجاوز عن كلمه معينة عن موضوع معين فالارتجالي بكون افضل اني انا بحكي لكو زي ما أنا شايف هيك شايف وهيك بقرأ لكم فورا عشان هيك يعني هاي الأسئلة اللي بتظلها تتكرر حبيت أني أنا أجاوب عليها خلينا ندخل اليوم في التوقعات عشان فيه عن كثير أحداث اليوم طيب أول إشي بالنسبة للقمر هو موجود في الجوزاء رح ينتقل للسرطان برضو اليوم في ساعة الصباح وهو موجود في منزلة النفرة هاي المنزلة منزلة المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج أول زاوية رح تتشكل هي الزاوية رح تكون الليلة يعني بعد الحلقة هاي زاوية تربيع سلبية حكينا عنها بالأمس احنا هاي من الزوايا البطيئة اللي رح تستمر تقريبا بحدود كمان عشر تيام أو أسبوعين ولكن احنا منحكي أسبوعين الزيادة على أساس أنه شوي هيك تخفف الحدية فزي هاي الزاوية بدها تعمل سلبية في بيت منه البيوت يعني لمدة عشر تيام أو أسبوعين زاوية التربيع هاي زاوية سلبية بين الزهرة وبين زحل رح تكون هاي في تمام الساعة أربعة وأربع واربعين دقيقة مساء بتوقيت هاي الزاوية بتسبب انقطاع في العلاقات العاطفية الضعيفة بدون رجعة يعني رح تنتهي وما رح يصير فيها رجعة فعشان هيك بنحكي إنه للكل لما نصل لبيت الشراكة أو العاطفة أو البيوت اللي هذا بنحكي وديروا بالكم من العصبية وديروا بالكم من انقطاع العلاقات العاطفية في الفترة هاي إذا هاي مدتها أسبوعين أنا من وين أجيب حكي معناته طيب الزاوية اللي بعديها هي زاوية التسديس إيجابي رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 2.19 دقيقة الفجر هاي زاوية بتأجج العواطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي مننجح في تعزيز العلاقة معهم أي هون صار في عنا نوع من التناقض معناته فيه أشخاص رح يقطعوا علاقاتهم وفيه ناس رح تزيد العلاقات ما بينهم مش معنى هذا انه ضاربت يعني ايش يعني هيك مش هي هيك يعني هذا هو يعني عادي بزعل واحد من واحدة وبروح بحب واحدة ثانية أو بكون يحب واحدة ثانية فبروح بشير الأولى وبدخل على الثانية يعني اللي بتكدر فيها الخيانات والغدر والأشياء اللي زي هيك بالنسبة لكل و المصار بعد الزاوية هاي مباشرة بصير الساعة 2.19 دقيقة الفجر بيستمر الخلو و المصار هاد للساعة 4.25 دقيقة برضو صباحا الفجر عشان هيك هاي الفترة الخلو و المصار اللي بيعاني منها أكثر ناس وبحس فيها أكثر ناس اللي هم اللي عايشين بكون هاي الفترات عندهم اللي عندنا احنا بتكون الفجر عندهم بتكون نهار أو آخر الليل يعني أمريكا أوروبا أستراليا المناطق هاي هدولا بيعانوا من هاي الزاوية لأنه زاوية خلو المصار بتكون موجودة عندهم عشان هيك هاي الفترة اللي هي ما بين الساعة 2.19 دقيقة بتوقيت جرينيش الفجر لغاية الساعة 4.25 دقيقة الفجر برضو اللي صباحا بتوقيت جرينيش هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المصار الساعة 4.25 دقيقة بصير انتقال كامل إنه خلص هيك القمر صار موجود في السرطان واستقر في السرطان بدي يبلش يعمل نشاطه طيب ايش تأثير علينا احنا ككل الأبراج مش كبرج واحد ككل الأبراج ايش السمة الغالبة بتكون علينا في هاي الفترة لما بكون القمر في السرطان منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة بنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من مين اللي عمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا ممكن إنه يضرف الدموع على حب قديم أو على قصة أو على ذكرى معينة وهو بقلب الصور أو ألبوم صور أو ذكريات أو فيديوهات أو هدايا أو أي شيء يجب إنه ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه هاي الفترة بتحفزنا كثير لالتهام الطعام لكثير يعني بصير عنا شهية هيك عشان نوكل علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجها يعني بكونوا حساسين الزيادة بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة أو شجيرة أو تقليم أشجار اهتمام أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت في زاوية رح تتشكل مباشرة يعني بعد انتهاء خلو المسار بفترة بسيطة هي زاوية تثليف إيجابية رح تكون بين القمر وعطارد هاي رح تكون في تمام ساعة أربعة واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة حكينا أنه الزواية اللي مع القمر بتستمر تقريبا من ثمانية إلى اتناشر ساعة تأثيراتها بس أبعدين بتنتهي طيب بالنسبة لكوكب عطارد اللي بيتراجع في الحوت عند ساعات ما يعني فترة الظهيرة أو بعد الظهر اللي هي ساعة 11 و7 دقائق بعد الظهر اللي هي عندنا إحنا في الأردن بتكون الساعة 11 و7 دقائق بيتراجع عطارد من الدلو من الحوت للدلو يعني رح يكون في آخر درجة من درجات الدلو ابتداء من بكرة بعد الظهر أثناء التراجع هذا اللي رح يبدأ الساعة 11 و7 دقائق بعد الظهر ورح يستمر حتى صباح يوم 10 ثلاثة يعني تقريبا إحنا بنحكي قاعدين عن فترة بسيطة جدا من الأيام يعني مش هالمدة الكبيرة هي ستة أيام نحكي أسبوع التأثير رح يكون على آخر خمس أبراج خمس درجات يعني آخر خمس أيام من كل برج هم اللي رح يتأثروا من هذا التراجع تبع عطارد من كل الأبراج يوم صباح 10 ثلاثة بانتهي التراجع ولكن أنه بظل إلو تأثيرات سلبية لمدة يومين تقريبا بيطرق تشويش على حركة الاتصالات والمواصلات وبتزدحم الطرقات وبتتعطل المركبات وبتقع حوادث الطرق أكثر من المعتاد يعني زي ما أننا حاسين أننا أسبوعين تقريبا بتضيع حاجيات في البريد أو بتتأخر وصولها بنشعر أيضا بتشويش في أفكارنا بنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة وغالبا بتكون هاي القرارات غير منتزنة فترة التراجع عطارد سيئة لأي خطوة جديدة لأنه إلها نوع من أنواع الإطرابات نوع من أنواع المشاكل بتعمل في هاي الفترة فعشان هيك منحكي أنه في الفترة هاي من المفروض أنه ما يكون فيه لا خطبة ولا زفاف أو افتتاح مشروع تجاري دايما نتركه إحنا لبعد انتهاء التراجع بعدين إحنا بنعمل اللي بدنا إياه ولكن أي مبادرة في هاي الأشياء إحنا دايما منحكي أنه مش مناسبة خلال هاي الفترة ما بتستقر الأسهم في البورصة مرات بترتفع مرات بتنزل فجأة أسعار بتغلى أسعار بتنزل فما فيه سابق انذار للأشياء اللي بتصير بعد ما أنه حكينا أنه عطارد رح يرجع للدلو فيه زاوية رح تصير بعدها مباشرة هي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وأورانوس رح تكون هاي في تمام الساعة 11 و 25 دقيقة بعد الظهر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض لأنه هاي الزاوية إيجابية معناته المفاجأت هاي رح تكون جيدة فيه زاوية رح تصير بكرة مساء يعني تقريبا بحدود الساعة 9 و 23 دقيقة مساء هاي الزاوية من الزوايا البطيئة برضو اللي بتستمر فترة طويلة لأنه بين كوكبين نحكي مش متوسطي السرعة رح يكون هاي الزاوية موجودة بين عطارد والزهرة زاوية التزديس إيجابية هاي بتعزز المواهب الفنية والأدبية هيك القمر بكون استقرب السرطان وعمل زوايا خلو المسار القادم رح يكون يوم 6 ثلاثة رح يكون في تمام الساعة 7 و 11 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 9 و 27 دقيقة صباحا وبنتقل بعديها لبرج الأسد يعني يوم 6 ثلاثة القمر بيغادر السرطان وبينتقل على الأسد معناته الأسد تعبنين في خلال فترة اليومين القادمات عمر القمر القمر الآن شكله بصير الأحدب يعني بصير أكبر من الربع بشوي في بصير اسمه الأحدب عمره عشر أيام في تمام الساعة 9 و 59 دقيقة صباحا بصير عمره 11 يوم نسبة الإضاءة 65% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها وتحركاتها خلال اليوم والفترة القادمة الشمس في الحوت حتى يوم 23 المزاج سعيد القمر في الجوزاء والسرطان بعدين ما رح يظل في السرطان لغاية يوم 6 ثلاثة مزاجه سعيد عطارد في الحوت والدلو لأنه بتراجع رح يظل في عملية تراجع لغاية يوم 10 ثلاثة مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى 5 ثلاثة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى 30 ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة المزاج يعني تبدأ عملية التراجع تبعته يوم 14 خمسة مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 22 ثلاثة المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد نيبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا لليوم الثالث على التوالي في السفر والاتصالات حتى ساعات الصباح بعدين بعد ساعات الصباح بصير التركيز كله حول مصالحكم البيتية والعائلية اهم اشي انك يعني ما تتهرب من المسئوليات حتى ولو كثرت يعني فيه نوع من انواع الخلافات او الانتقادات خلينا نشوف الخارطة الفلكية ونشوف ايش اللي بحكيه عن انتقال القمر لبيتك الرابع اول اشي بالنسبة لبيتك الاول انا شايف انه اليوم فيه ايجابية في نفسيتك مستقرة مش زي الفترة اللي مضت اول يومين بالعكس فيه نوع من انواع الاستقرار من حال النفسية يعني انت عارف شو اللي بدك يا بتقدر تتحكم في نفسيتك ايجابية او سلبية على حسب طبيعتك اما بالنسبة للبيت الثاني اليوم فيه نوع من انواع الخطات خصوصا فيه فترة الظهيرة هيك او ما قبل الظهيرة بشوي مطالبات مالية او ضغط مالي او بعض المساريف المالية فيه نوع من انواع التوتر رح يصير عندك اللي هي بتصادف فترة خلوة المسار حاول انه انت تمسك حالك ما فيه داعي اليوم للمصاريف للزيادة او لمبالغ فيها اهتمامك كله رح يكون جيد من ناحية المال فيه منك رح يحصل على مال بيجي من عمل اضافي او من هدية ولكن قلل من المصاريف هاي اهم نقطة اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف اليوم فيه نوع من انواع الحركة والنشاط والاتصالات رح تستمر معك طول النهار ولكن فيه ساعات الظهيرة تحديدا بدك تنتبه انت من الحوادث من التسرع من العصبية من الاندفاع والتهور لانه ممكن تخطأ بتصرف معين او تتسرع في حكم معين او في كلام جارح حاول انك تمسك حالك ما تندفع ما تتهور وباقي اليوم ايجابي اللي عنده انتحان في فترة الظهيرة بده يستعد بشكل جيد لانه فيه نحس موجود فيها او فيه صعوبة فيها باقي اليوم ايجابي جدا تكثر فيه التحركات والاتصالات على جميع الاصعدة اما بالنسبة لبيتك الرابع اللي القمر رح ينتقله هو فارغ تماما ما فيه لاحظ بدعمك ولا نحوسة بتأثر عليك فعشان هيك انت ووضعك في بيتك يعني اذا كان البيت عندك مشحون بطبيعة الحال بدي يكون مشحون اذا كان الوضع هادي معناته الوضع هادي يعني هو مكمل روتيني اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم عندك شغف للأمور العاطفية بتهتم بالحبيب بتحب تتواصل انت وياه بصير نوع من انواع الاتصالات فيه منكم رح يفكر بنوع من انواع المرح او الخروج او الترفيه او تغيير الجو يعني او نوع من انواع النزوات حاول انه ما تدخل في النزوات لانه حكينا يعني انه شوي لسه الامور ضغطة على بيت السمعة اما بالنسبة لبيتك السادس فالامور الصحية مستقرة الوضع تمام انت مسيطر على الامور تمام تقدر انت حتى انك تنجز الاعمال الموكلة للك بشكل جيد جدا مسيطر على اعمالك بشكل ممتاز اللي حابب يقدم له وظيفة او لا عملي جديد اليوم هذا مناسب لالامور هاي لانه تقريبا كله طاقة ايجابية اما بالنسبة لبيتك السابع فانا برضو شايف انه ما في لا ضغط ايجابي ولا سلبي فهو كالمعتاد على حسب الطبيعة اللي انت عايش فيها على مستوى الشراكة المالية والعاطفية اما بالنسبة لبيتك الثامن برضو نفس الشيء شايف انه الامور مستقرة ما في اي مطالبات مالية ما في اي ضغط مالي خلال هذا النهار انت قادر انك ترتب امورك المالية بتقدر تنجز الاعمال الموكلة اليك مع الدوائر الحكومية او الجهات الحكومية او القانونية بالشكل الطبيعي اما بالنسبة لبيتك التاسع ما زالت بيوت السفر بتشغل حيز ايجابي يعني في منكوا برغب بالسفر او الاتصالات او الاطلاع على ثقافة جديدة او حبل النقاشات والجدالات الامور ممتازة جدا دون العصبي اللي حابب يجدد اقامته او يطلب فيزا او تأشيرة سفر او تجديد اقامته الفترة هاي ممتازة برضو اللي عنده انتحانات او مقابلة برضو الامور بتدعمه بشكل ايجابي وكبير اما بالنسبة لبيت السمعة فحكينا ان اليوم امس انه الامور ضغطة على بيت السمعة وما زالت الامور ضغطة على بيت السمعة تقدر انت ترجع لتوقعات الشهر تعرف الايام هاي وتسجلها تعرف الامور الضغطة لاني انا ذاكر كل بيت امتى بكون ايجابي وامتى سلبي فبيت السمعة ما زال ضغط عليك بشكل كبير حاول انك تحمي نفسك ما تدخل باي مواجهات او خلافات قانونية او مع رجال الامن او اي شيء مشبوه وما تدخل باي نقاشات حدي مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه برضو على العلاقات الصداقة او تواصل مع المحيط تبعك او مع العلاقات العامة حواليك شوي انتحاد بتصرفاتك عندك نوع من انواع الحساسية العالية جدا ممكن حتى تخسر احدى العلاقات بطريقة مفاجئة او بقطع العلاقة بشكل سريع بدون اي تردد اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب ما زال ضاغط عليك فعشان هيك حاول انه ما تخلي الاعمال عندك تتراكم ما تتأخر عن عملك وما تغيب عن عملك حاول انك تنجز الاعمال الضرورية الموكل اللي لايلك حاول اتراقب وضعك الصحي من فترة لاخرى اهتم في حالك شوي واخلد للراحة يعني ريح حالك ما تجهد نفسك زيادة برج الثور تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات في ساعات الصباح بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع اخ او جار يعني القمر موجود في البيت الثاني يبدو ينتقل على البيت الثالث اه الوضع ايجابي انا شايف عن المستوى البيت الثالث خلينا بس نوصل عنده منشرحه بشكل اوفى اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور يعني فيها نوع من انواع الضغطات رح تتقلب على مرحلتين خلال هذا النهار اللي هي فترة الصباح وفترة المساء فعشان هيك هاي الفترتين اللي فيهم نوع من انواع الضغط وباقي اليوم يوم ايجابي يعني نفسيتك بتكون مرتاحة فيها يعني بمعنى اخر في شيء رح يعكر مزاجك على مرحلتين خلال هذا النهار ايه حاول انك انت تطنش عشان انت ما تنفعل وما تعصب وما تنكد على حالك استغل الايجابيات كاملة بالنسبة لشخصيتك اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الامور المالية ما زالت بتتحرك بشكل ايجابي عندك ولكن في نوع من انواع الضغط المالي في ساعات ما قبل الظهر ممكن مطالبات او التزامات او دفعات مالية حاول انه لو دخلت في موجة الاكتئاب او الضغط النفسي ما تروح تتفشش بالتسوق او تصرف فلوسك في المكان في شيء انت مش بحاجته او باشياء مش ضرورية اذا صار في نوع من انواع المطالبات او الضغط المالي حاول انك تفوتر امورك وترتبها بشكل جيد اليوم هذا ايجابي ممكن يجيك دعم مالي او تجيك هدية وخصوصا اللي بيشتغلوا بالعمل الاضافي هم اللي اكثر المستفيدين اما بالنسبة لبيتك الثالث اللي حكينا عنه انه رح يكون القمر موجود فيه رح تكون الامور ايجابية برضو ولكن في فترة ساعات الظهر حاول انه ما تدخلوا في مجازفات او مغامرات حاولوا تنتبهوا زيادة على تحركاتك وتنقلاتك خوفا من الاصابات او الحوادث او في نقاشاتك من العصبية اما باقي النهار فاليوم ايجابي جدا بدعمك بساعدك في كثير من الامور ممكن اللي عنده امتحان ينجح في امتحانه واللي عنده تحركات تكون ايجابية لصالحه ولكن انا بقول للي عنده امتحانات في فترة ما قبل الظاهرة او فترة الظاهرة تحديدا ينتبه ويدرس مظبوط وما يعتمد على ذكاوه اما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت فانا شايف انه الامور ما زالت في نوع من انواع التواصل على مستوى البيت في شيء معين ملفت للانتباه على مستوى البيت اما الموضوع بدل على فرحة او بدل على ترتيبات لشيء مهم في نوع من انواع الاهتمام مع الاخوة مع العائلة اب ام اخ اخت يعني في نوع من انواع الاهتمام العائلي ممكن اليوم يكون في مناسبة معينة او اجتماع معين على مستوى البيت او شراء اشياء او اجهزة او اغراض منزلية يعني في عندك اهتمام على مستوى البيت عالي وممكن اهتمام بصحة احد الولدين او بصحة احد المقربين اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور ايجابية اليوم برضو بتدعمك بالنحية عاطفية في نوع من انواع التواصل او تعزيز العلاقة مع الحبيب في منكو رح يخرج لنزهة فصحة نزوة مراهنة هيك بتراهن شارط شارط اني بقدر عمل هاي شغلي نوع من انواع التحديات فاليوم ايجابي وبدعم حتى النشاط الفكري والادبي والفني اما بالنسبة لبيتك السادس فممكن تشعر بنوع من انواع التوععك الصحي في فترة ما قبل الظهر حاول انك تراقب وضعك الصحي ممكن تنضغط على مستوى العمل او تعصب في مكان عملك حاول تمسك اعصابك انجز العمال الضرورية وراقب وضعك الصحي في هاي الفترة يعني ما رح تستمر طول النهار ولكن انه يعني في فترة بس اللي هي فترة ساعات الظهر اما بالنسبة لبيتك السابع فما زالت الامور جيدة وما في ايجابية ولا سلبية بنحكي جيدة فعشان هيك اليوم الامور رح تكون مستقرة على مستوى الشراك المالية والعاطفية ولكن في ساعات منتصف الليل امسك اعصابك من التوتر او من الانفعل عمستوى بيتك الثامن الامور المالية جيدة جدا اليوم تصلى مرحلة يعني اعلى من الجيدة كمان فمن كل يوم رح يحصل على مال مساعدة او هبة او دعم نوع من انواع التعويض يا تعويض يا من شراكة يعني شراكة ممكن زوج او زوجي يدعمك في مسألة معينة او ماديا في نقطة معينة في اهتمامات مالية قانونية ممكن منك يهتم في امور البنوك او امور المؤسسات الحكومية او بعض الاشياء اللي الها علاقة في الدوائر الحكومية كدفع مستحقات او فوتير اما بالنسبة لبيتك التاسع فما زالت الامور جيدة بالنسبة لامور السفر وتجديد الاقامة التنقلات الامور اللي فيها امتحانات جامعية المناقشات او الرسالات اللي بنقشوا رسالة دكتوراه مثلا او ماجستير كلها هاي الامور بتدعم بشكل ايجابي حاولوا تستغلوا الفترة هاي بالامور كلها اللي لها علاقة حتى بالاتصالات بالخارج او اللي لها علاقة بالاشخاص المقيمين خارج البلاد اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا ما زالت الامور سلبية فعشان هيكي بنحكي بيت السمعة حاول انك تمسك اعصابك ما تعصب ما بتخلي حدا يستفزك خصوصا من زملائك في العمل او رؤسائك في العمل حاول تنجز الاعمال الموكلة للك بدون تلكق او تباطئ ما تحاول انك تتغيب او تتأخر عن دوامك او تقصر في اعمالك وما تدخل في اي مواجهات قانونية او مخالفات قانونية او اعمال مشبوهة لانه اي شيء بشوه الصمعة بدك تحذر منه اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه اليوم ايجابي في علاقاتك فعشان هيكي بتكثر اليوم النشاطات الاجتماعية او العلاقات العامة وممكن اليوم انت حتى تتواصل مع شخص يساعدك في مسألة معينة او انت تساعده في مسألة معينة يعني فيه التبادل ايجابي ما بينكم حاول انه انت تساعد لانه هاي ممكن انه تتسجلك بالفترة القادمة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فحكينا احنا الشهر هذا كله اجمالا ضاغط بيت المتاعب فعشان هيك بدك انت تراقب وضعك الصحي تنجز الاعمال المهمة الضرورية المكللة للك اتراقب حالك بشكل جيد ما في داعي للمغامرات او المراهنات حصن نفسك من الاعداء او من الاشخاص اللي بيكيدوا لك على اساس انه ما تكون فريسي لا اي شخص بيحاول انه يتآمر عليك بالخفاء الله يحميكو برج الجوزاء انتم قادرين على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها وفي ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيتك الثاني بيت المال فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظم الاقصاط وما تسمح لها بتراكم فكر بمنطق وعالج الامور الطارئة فورا يعني نشاطات كلها رح تنصب على الامور المالية في فترة الصباح بالنسبة لبيتك الاول يعني في نوع من انواع الضغوط النفسية اليوم رح تواجهك خصوصا في فترتين اللي هي فترة الصباح وفترة المساء حاول انك تعالج اي ضغط نفسي مهما كان ما تخلي سيطر عليك ما تكون تتعامل بالامور بحساسية الامور ان شاء الله بتمشي بالشكل الايجابي اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف في نوع من انواع الامور المالية ولكن فترة خلو المسار او الصباح تحديدا ما قبل الظهر في نوع من انواع الضغط المالي او نوع من الفوترة او اعادة الحسابات او التفكير في التزامات او بعض المسائل اللي بترهقك حاول انك تتجنبها وتتجاهلها وما تسأل عنها يعني فترة وبتمضي في منكو رح يحصل على مال من عمل اضافي او من شراكي او من تعويض يعني الامور بتدعمك على كل الابواب لانه بيتك الثاني وبيتك الثامن ايجابيات ففي نوع من انواع الدعم المالي ممكن يجيك عن شكل تعويض او هبة او مساعدة او شخص ينجدك في موضوع مالي معين او تكون الامور الها علاقة بالبنوك او الفوترة او السداد او الشغلات اللي زي هيك يعني كل الامور ان شاء الله بتكون ميسرة اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والتنقلات واللي عنده امتحان رح يكون بوضع جيد جدا بتقدر تنجز كثير من اعمالك بتقدر تناقش بثقة وتقنع اي شخص بوجهة نظرك اما بالنسبة لبيتك الرابع فما زال الاهتمام بالعائلة او الامور البيتية او بالابناء او بالاخوة او بالجيران او بصحة احد المقربين امر موجود في الساحة وانتي لسه هذا الاشي بتركز عليه في الاهتمامات البيتية حاول انه انت ما تتقاعص واهتم في بيتك اكثر على اساس انه الامور تمشي بالشكل الايجابي داخل البيت بدون اي مشاكل اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف الامور العاطفية اليوم برضو بتتحرك باكثر من اليومين اللي مضوا لدرجة انه بتفكر تلجأ للحبيب او تتعاون انت والحبيب او تتواصل انت وياه ممكن لقاءات او تطور علاقة من مرحلة لمرحلة او تبدأ بعلاقة عاطفية خلال هذا النهار الامر جيد ولكن دون النزوات والمغامرات اللي مش مدروسة حاول انك تكون حذر يعني يخلي الامور دائما فيه لها خط رجعة اما بالنسبة للبيت السادس فالامور جيدة على مستوى العمل الا انه في ساعات الظهيرة ممكن تشعر هيك بنوع من انواع الضغط يصير عليك تتراكم الاعمال او اعمال الزيادة او نوع من انواع العصبية حدا يستفزك فحاول انه انت تمسك عصابك اليوم ايجابي جدا تقدر انت تنجز كثير من الاعمال الموكلة للك وتراقب وضعك الصحي كمان اما بالنسبة لبيتك السابع على مستوى الشراك المالي والعاطفي فالامور ممتازة جدا يعني للدرجة انه اليوم اذا عندك مشروع او فكرة معينة حابب تطرحها اليوم جيد لهذه الامور بتقدر تطرحه وانت واثق من حالك بتقدر تنجز الاعمال الموكلة للك بتقدر تحقق كثير من الانجازات ممكن اليوم توقع على اوراق مهمة او تدرس مشروع مهم البيت الثامن حكينا عنه مع البيت الثاني اما البيت التاسع فاللي عنده امتحان بده يدرس بشكل جيد خلال هذا النهار هو ضاغط لغاية ساعات العصر ولكن احنا بنحكي بما انه للعصر معناته طول النهار حاول انه انت تدرس جيد اذا عندك امتحان او مناقشة او مقابلة اللي عنده سفر ما يعتمد على الحظوظ بده يكون مستعد بشكل جيد يدرس وقت السفر صح يروح قبل موعده بالطيارة يتفقد كل اغراضه خوفا من النسيان اما بالنسبة لبيتك العاشر ما زال بيت السمعة ضاغط عليك فعشان هيك الفترة هاي بدك تكون منتبه من اي امور لها علاقة بالسمعة ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين ما تدخل باي اشياء مشبوهة ما تندفع ما تتهور يعني كل الامور هذه بدك تأخذها بالحسبان ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بجدالات عصبية ما بينك وبينز وملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الامور ضغط على مستوى العلاقات العامة فدير بالك من اي انفعال ممكن يوصلك لخلاف مع شخص من اللي بتعرفهم او صديق وتنقطع العلاقة معه بشكل مفاجئ او تتوتر العلاقة بشكل مفاجئ امسك اعصابك وتحكم وادرس الوضع بروية اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب برضو ما زال ضغط عليك فعشان هيك بدك تنتبه من الضغط اللي في بيت المتاعب هاد اه راقب اه وضعك الصحي اه انجز الاعمال المكللة الك اه ضرورية جدا حاول تأخذ قصة من الراحة حاول تبتعد عن الامور اللي فيها خطر او مخاطر برج السرطان يعني الكو ثلاث ايام تعبانين اه من الضغط لانه القمر كان موجود في بيت المتاعب والتعب هذا كله تراجع في الصحة والشعور بالصحة هذا والضغط الصحة بتلاقي انه مع ساعات الصباح تقريبا ببلش ينتهي من ساعات الصباح بتمتلقو نشاط وحيوية بتعيش لحظات شيقة حافلة بالاخبار والتطورات خلال هذا النهار لانه رح ينتقل القمر ويصير عندك وبما انه هو القمر كوكبك فرح يمنحك طاقة ايجابية عالية جدا على المستوى الشخصي ويعزز طاقتك بطريقة ملفتة للانتباه اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الامور على المستوى المالي رح تكون جيدة بتسيطر على الوضع المالي والنفقات بالعكس اليوم ممكن انك تحقق بعض الانجازات او الاهداف على المستوى المالي ممكن تطور مالي معين ممكن امور الها علاقة بالعمل الاضافي او ممكن هدية او منحة او مساعدة من شخص ما بس حاول انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة لبيتك الثالث اليوم بتنشط بالتحركات والاتصالات والسفريات او تنقلات القصيرة ممكن اليوم تقنع اي شخص بوجهة نظرك توصل رسالتك بطريقة جيدة جدا عندك نشاط عالي جدا خلال هذا النهار تقدر تحقق منه كثير من الانجازات الي عنده امتحان برضو رح يكون بان شاء الله بشكل جيد خصوصا على المرحلة ما قبل الثانوية اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه الامور جيدة اهتمام بالاسرة او بالبيت او باحد افراد المنزل صحته اوضاعه اجتماع عائلي فرحة حدا حامل حدا بدي يخطب حدا بدي يتجوز يعني فيه نوع من انواع النشاط على هذا المستوى ان شاء الله انه يكون كل شيء ايجابي وضع البيت جيد ومستقر بتقدر تتحكم في امورك المنزلية بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه الامور على مستوى البيت الخامس برضو العاطفية مش بالقوة يعني منقدر نقول انها روتينية شوي يعني بتتعامل هيك فيه نوع من انواع البرود في التعامل ما عندك الحرارة الكاملة اللي انت معتاد عليها ما زالت الامور ضاغطة عليك من ناحية بيت العواطف فحاول انه انت ما تأثر هذا الفتور يأثر على العلاقة بينك وبين الحبيب اما بالنسبة لبيتك السادس فبصير اليوم عندك نوع من انواع النشاط العملي وخصوصا انه رح تنضغط تقريبا بوقتين خلال هذا النهار فترة الظاهرة وفترة المسا بالاعمال اللي موك للا لك ممكن تنشغل باكثر من ملف مع بعض فعشان هيك حاول تمسك اعصابك انجز الاشياء الضرورية راقب وضعك الصحي لانه شوي الامور الصحية عندك لما زالت من تأثير انه القمر كان في بيت متاعبك يمكن في بعض التراكمات او بعض الخوف ما في شيء بخوف الامور عابرة اما بالنسبة لبيتك السابع فع مستوى الشراكة المالية والعاطفية يعني انا شايف انه الامور محتدة شوي حاول انه انت ما تتحجج باي امر لاجل انك انت تتفشش وتعمل مشكلة مع الشريك بالعاطفة زوج او زوجة حاول انك انت تمسك اعصابك مشي الامور بعقلانية على اساس انه ما تتفاقم الامور وتصلى مرحلة انه ما تقدر تسيطر عليها اي عقد او اي اجراء خلال هذا النهار بحاجة لتوقيعك لا توقع عليه دون دراسته والاستشارة اصحاب الاقتصاص فيه اما بالنسبة لبيتك الثامن فهو ضاغط برضو على المستوى المصاريف والفواتير والالتزامات المالية وممكن منكو اشخاص يصير عليهم مطالبة مالية من ضريبة او من دائرة حكومية علي نفقات بدو يدفعها او مستحقات بدو يدفعها يحاول انه يجدول الامور بشكل صحيح حافظوا على مقتنياتكم من الضياع تنسى محفظتك تنسى اوراقك تضيعهم تنسرق يعني من السرقة والشغلات اللي زي هيك بدك تكون منتبه وحذر اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه جيد جدا على مستوى السفر والقابلية على السفر على الامور اللي الها علاقة باي شيء اله علاقة بالسفر يعني حتى بالاشخاص المقيمين في خارج البلاد ممكن تهتم فيهم ممكن يجي شخص حتى من السفر وتكون مفاجأة عملية حضوره اللي عنده اقامة او حابب يقدم لتأشيره او لا امور الها علاقة بالسفر هذه الايام جيدة بقدر يقدم فيها بشكل ممتاز اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه بيت السمعة ضاغط ما زال فعشان هيك ما في داعي لأي مخالفات قانونية او تدخل في اشياء مشبوهة او مواجهات مع رجال الامن او القانون يعني بدك تمسك اعصابك من اي شيء بشوه السمعة حاول برضو ما تدخل بأي مواجهة مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل ما تتأخر عن دوامك وما تتغيب عن دوامك وانجز الاعمال المكللة اليك اما بالنسبة لبيت الصداقة فانا شايف انه الامور الصداقة والعلاقات العامة هذا بيتك 11 جيد جدا لدرجة انه اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة وممكن تحصل علىها هدية برضو تسعدك او تبسطك بطريقة جميلة جدا حاول انك تتواصل مع اصحابك ان احتاجت لمشورة او مساعدة معينة وممكن هم يتواصلوا معك للقاء معين اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف انه الامور لسه بيت المتاعب شوي فيها نوع من انواع الضغط يعني ما تركنا احنا كل الضغوطات للقمر فبظلها مأثرة عليك عشان هيك يحاول تنجز الاعمال الضرورية اللي بتقدر تنجزها حاول انك تراقب وضعك الصحي خصوصا وضع صحي قديم حاول تستشير اهل الاختصاص ان احتاجت للامر يعني اذا عندك مرض صحي انك تستشير طبيبك اه برضو اأمن شر الاشخاص اللي بيكيدوا لك او اعدائك في خلال الفترة هاي فما تخليهم يمسكوا عليك اي شيء وما في داعي انك انت تفضفظ سرك لاشخاص بالفترة هاي لانه هذا بيت الفضائح يعني فبتكون ديروا بالكم برج الاسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لاصدقاء في ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم واعصابكم يعني هذا اليوم بنقدر نقول انه رح يسجل نوع من انواع الركود على جميع الاصعي دي بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ اي شيء مهم خلال هذا النهار لانه اول اشي القمر رح ينتقل من بيت الاصدقاء رح يجي على بيت المتاعب عشان هيك عندك يومين فيهم ضغط الله يكون لنا معين يا رب على الاشي اللي جاي فعشان هيك بدنا ندير بالنا وبدنا نحذر وبدنا نطور روحنا نكون امرين وشطرين عشان احنا ما ينضحك علينا وعشان احنا ما نعمل اشياء تيجي على روسنا مش ناقصنا المصايب اللي احنا عايشين فيها ماشي خلينا نكمل نشوف التوقع عهد بعد السبب يصير يقول لك ايوة انت عشان اسد بتغاوز مع تبعين الاسد يا عمي بدي اغاوز مع تبعين الاسد محدش الو عندي من جامل في حان عايش بدنا نرى ابدو اغاوز معهم على بيت متاعب يعني الله يا ربي بالنسبة للبيت الاول انا شايف انه الامور النفسية جيدة في نوع من انواع الانبساط والراحة موجودة عندك في نوع من انواع ثقة بالنفس عالية جدا تقدر تنجز كثير من الاعمال المكللها اليك بثقة عالية جدا يعني اللي هو الاشي المعتاد على الاسد انه هيك ثقة وبحاله ما حدا بقدر يشوه لك اياها او يسيء لك اللي تحبط في خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه ما زالت الامور المالية يعني شوي فيها نوع من انواع الفرص تقدر تستغلها باتجاه الاعمال الاضافية او من جهة مساعدة طلب مساعدة او دعم خارجي بس انه اهم اشي يدير بالك من النفقات والالتزامات المالية يعني دائما هاي بتطلع لنا في السحبة انه احنا اللي في جيبتنا مش لنا انفق اه لا في هاي الايام بتقدروا بالكو مش اه انفق ما في الجيب يأتي كما بالغيب اه هذا خطأ في هذه الفترة بتقدروا بالكو من المصاريف الزائدة اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم في نوع من الحركة دقوا بالنشاط اه الزيادة فعشان هيك يابتكوا تكونوا من تبهين اثناء القيادة خصوصا فترة الظاهرة من التهور او الصرحان او انشغال الفكر او الطيش من الحوادث او من اشياء لها علاقة باجهزة التنقلات والاتصالات مثل الاعطال حاول لو تمسكوا حالكو بشكل جيد عندكو قدرة على الاقناع سرعة بديها عالية بتقدر تناقش وتنجز كثير من الاعمال بتقدر تدخل بحوارات اه مهما كانت عندك قدرة على مواجهتها اللي عنده امتحان رح يقدم بشكل جيد اما على مستوى البيت الرابع شوي بدك تمسك حالك هيك تهتم في بيتك شوي في المسؤوليات الموجودة على على اتجاه البيت ما تطنج المسائل العائلية حاول انك انت تتواجد في اي امر ممكن انه يطلبك البيت في خلال هذا النهار يعني في نوع من انواع لفتل النظر لمسائل عائلية او الاهتمام بصحة احد الوالدين مثلا او احد افراد البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الامور العاطفية بتشغل فكرك وهي طبيعة الاسد انه هو عاطفي ومحب ودائما محب ودائما يلبو شغال ولكن بدك تدير بالك من كل هذا الحب احذر من النزوات او المغامرات الغير مدروسة يعني بدك تكون حذر على اساس انه ما تدخل بالحيط اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه الامور عالية جدا بالحضوض اه على مستوى العمل على مستوى الصحة يعني اللي بيشتغلوا في المجال الصحي ممتاز جدا اه يعني دكاترا اه ممرضين امور ممتازة على مستوى الصحة بتقدر تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وبرضو على مستوى العمل يعني اللي حاب يتوظف او يشتغل ويددم اليوم هذا يوم مناسب بيقدر يستغله للتوظيف اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فهو جيد امن ما فيه اي مشاكل تضغطك بالعكس الامور فيها تقارب ما بينك وبين الشريك الامور مستقرة وقدر انت يتمشي الامور بالشكل الطبيعي اما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم ممكن تجيك نوع من انواع المساعدات او الهبة او الدعم المالي ممكن يكون فيه نوع من انواع المراجعة لبعض الدوائر الحكومية اللي لها علاقة بالامور المالية او المؤسسات المالية تأمين ضريبة بنوك كلها ممكن تكون موجودة على الساحة ممكن توقيع اوراق حكومية اما بالنسبة للبيت التاسع فاللي عنده سفر عنده امتحانات عنده تنقلات عنده اتصالات خارجية عنده اي امور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات البعيدة او الامتحانات هو جيد خلال هذا النهار فاللي بده يجدد اقامته يطلب تأشيرة للسفر بده اما بالنسبة لبيت السمعة فانا شايف انه ضاغط ما زال ضاغط فعشان هيك ما في داعي للتهور ولا مخالفة الامور بتشوه السمعة لانه الامور يعني في اوج الضغط فعشان هيك ما في داعي لا اي شيء بشوه السمعة خلال الفترة القادمة حاول انه انت تنجز عملك حاول انه انت ما تتغيب عن عملك ما تتأخر عن عملك ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل وحاول انه انت تكون مرن وتمسك حالك من العصبي اما بالنسبة لبيتك 11 عمستوى بيت الصداقة الامور جيد جدا لدرجة انه اليوم ممكن يصير في نوع من انواع الدعوة لحضور حفلة او مناسبة او اجتماع او زيارة او اهتمام باشخاص او اصدقاء يعني امور مفتوحة على كل الاتجاهات فالامور داعمة بشكل ايجابي جدا حاول انك انت يعني تستغلها بالشكل الايجابي اما بالنسبة لا بيتك 12 فانا شايف انه الامور على مستوى بيت المتاعب شوي ضغطة فاللي عنده مرض مزمن او مرض قديم يحاول انه يراقب حاله ما يهمل بوضعه الصحي اذا شعر باعراض غير اعتيادي يراجع طبيبه لانه هذا بيت متاعب يعني فجأة بتيجي الامور بشكل مش مدروس او بدون تمهيدات بدك تنتبه وتكون حذر حاول انك تنجز الاعمال الضرورية تراقب غذائك وهدوء اعصابك وحاول تاخذ فترات من الراحة برج العذراء حافظوا على سمعتك وانجازاتك القائمة في مجال العمل من ساعات الصباح بتنشطوا بين الاصدقاء بتشوف الامور بوضوح وبنظرة متفائلة ممكن يطمئن بالك لحصد الدعم او التأييد يعني زي ما حكينا انه القمر كان موجود في بيت السمعة الفترة الماضية في الجوزاء والان بدو ينتقل على بيت الاصدقاء يعني خلينا نشوف احنا الخارطة الفلكية ايش بتحكي في هذا الموضوع بالنسبة للا بيتك الاول انا شايف انه جيد جدا بدعمك بشكل ممتاز جدا خلال هذا النهار رغم انه في نوعين من انواع التوتر هتكون خلال هذا النهار فترة الظاهرة وفترة المساء فحاول انك انت تمسك حالك من اي عصبية او انفعال خلال هذا النهار يلق باقي النهار انت عندك قدرة على التحكم في اعصابك وتحكم في نفسك اما بالنسبة للا بيت الثاني فانا شايف انه اليوم ممكن يصير في نوع من انواع الضغط المالي عليك او الاهتمام المالي خصوصا في فترة ما قبل الظهر اما باقي النهار الوضع ايجابي جدا تقدر انت تنجز كثير من العمال المالية ممكن تحصل على مال من عمل اضافي او من دعم خارجي اما بالنسبة للا بيتك الثالث فانا شايف انه الامور على مستوى الاتصالات برضو جيدة اليوم تدعمك في الاتصالات والسفر البعيد بالتنقلات واللقاءات والنقاشات ولكن بدك تدير بالك من عصبيتك فترة ساعة الظهر وانفعالاتك وبرضو ما تفقد تركيزك خوفا من الحوادث او العطال بسيارة او بالجهازك النقل اما بالنسبة للا بيتك الرابع فاليوم ايجابي جدا يعني بدعمك على مستوى البيت والعلاقات المنزلية والعائلية بالعكس في اليوم اشي بلفت نظرك كثير على مستوى البيت او بيسحب اهتمامك للبيت اكثر ممكن حدث معين او خبر معين او الاهتمام باحد افراد المنزل بشكل واضح وممكن الاهتمام باعطال او صيانات او نوع من الترميمات او المشتريات المنزلية اما بالنسبة للا بيتك الخامس فانا بحذرتك الامس وبحذرك اليوم انه الامور على البيت الخامس بيت العاطفة تحديدا ضاغط جدا فدير بالك من المجازفات والمغامرات الحظ مش حليفك خلال هذه الايام ممكن تدخل بي خلاف ما بينك وبين الحبيب او تفقده في هذه الايام حاول انه تمسك اعصابك بدون انفعال او تهور وما في داعي لا للمجازفات ولا للمغامرات ولا لأي شيء من هذه الامور لانه هذا ضاغط بشكل سلبي جدا عليك ما في حضوض معك اما بالنسبة لابيتك السادس فانا شايف انه الامور عن مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الاعمال المكللة الك بتقدر تهتم بوضعك الصحي بتقدر تعمل على انجاز كثير من الاعمال وتحقق انجازات رائعة اما بالنسبة لابيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو ضاغط ايضا مع ماتو امور الحب وامور الزواج عندك او مع الزوج الزوجي الوضع سيء جدا نفسيا و عصبيا فممكن تدخل بخلافات عائلية او مع الحبيب تكون عالية جدا فممكن انه تنقطع علاقة او يصير صدام قوي جدا ما بينك وبين الحبيب او الشريك بدك تكون حذر وتمسك اعصابك قدر الامكان انت الحلقة الاضعف في هذا الباب اما بالنسبة لابيتك الثامن يعني الضغط المالي والمطالبات المالية والمعاملات القانونية والامور اللي الها علاقة بالالتزامات المالية هي الضغطة عليك بشكل كبير اهم اشي حاول انك انت تحافظ على مقتنياتك من الضياع او السرقة انجز الامور المطلوبة منك مع شركائك ممكن انت عليك التزامات شراكة مالية لشراكة او شركاء او لزوجتك فحاول انك او نفقة مثلا حاول انك انت تلتزم فيها عشان ما تسبب لك مشكلة من هذا الباب اما بالنسبة لابيتك التاسع اللي عنده سفر او عنده تنقلات او عنده اي اهتمام الخارج بصلاة سفريات امتحانات كلها امور ايجابية واللي بده يجدد فيستو او تاشيرتو او اقامتو برضو اليوم ممتاز على هذا البيت اما بالنسبة لابيتك العاشر بيت السمعة فبقولك دير بالك من اي مخالفة او اعمال مشبوهة او عصبية او مشاكل ممكن انها تشوه سمعتك في خلال هاي الايام بدك تمسك اعصابك قدر الامكان من اي شيء من هذه الامور اللي انا ذكرتها حاول انك ما تتغيب عن عملك ما تتأخر عن عملك ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل وما تهمل اعمالك اما بالنسبة لابيتك 11 فبيت العلاقات العامة والاصدقاء فهو جيد جدا اللي هو البيت اللي اساسا القمر رح ينتقله رح تنشطه اليوم اكثر بين الاصدقاء ممكن يكون في نوع من انواع اللقاءات في نظرة تفاؤل في مساعدة ممكن تجيك ممكن دعم او تأييد او دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لابيت متاعبك فبرضو ما زال في نوع من انواع الضغط بيضغطك في الامور الصحية والعملية فعشان هيك بدك تنتبه انك تنجز الاعمال المكلة للك بدون تراخي حاول انك تراقب وضع صحي قديم يعني اللي عندهم امراض مزمنة بدهم يراقبوها اذا شعروا بايشيء غير اعتياد يراجعوا الطبيب وبرضو انه يحاولوا يراقبوا طعامهم وغذائهم ويخلدوا للراحة من وقت لاخر يعني رايحوا حالكو برج الميزان من يتقدم لامتحان او مقابلة يجب ان يستعد جيدا خصوصا في فترة الليل غاية الصباح وبعدين من الصباح اتحافظوا على سمعتكم وانجزاتكم في مجال العمل نظم وقتك جيدا وكن واضح في اولوياتك وما تخلي حد يثير انفعالاتك او غضبك معني شوي هيك الامور بتنتقل يعني القمر رح ينتقل من التاسع للعاشر يعني رح يكون في بيت السمعة تاعتك فبدك تكون حذر جدا بالنسبة للخارطة الفلكية اول بيت بيتك الشخصية يعني احسن من الامس يعني عندك اليوم نوع من الطاقة الايجابية بتدعمك خلال هذا النهار بتساعدك في امور ممتازة وجيدة بتقدر تنجز كثير من الاعمال والمهام خلال هذا النهار بالنشاط وحيوية وثقة بالنفس اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على المستوى المالي اليوم في انجازات جيدة ممكن تحصل على مال من عمل اضافي او من تعويض او هبة او مساعدة في نوع من انواع ضغط المالي رح يصير عليك في مطالبات في ساعات الظاهرة ممكن مطالبات مالية او مصاريف الزيادة حاول انك انت ما تدخل في خضم امور الها علاقة بالمجازفات المالية والمصاريف لزيادة اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم في عندك كثير من التحركات والتنقلات والاتصالات ولكن بدك تكون هي ايجابية ولكن بدك تكون حذر من التهور والمغامرات اللي هي فترة الظاهرة وفترة المساء واللي عنده امتحان بالفترتين هذول اللي انا حكيتهم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه في ضغط على مستوى البيت لسه ما زال موجود نوع من انواع الاهتمام بصحة احد المقربين او بحدث منزلي معين او مشكلة منزلية او شيء بارقك او عندك توتر في المنزل انت مش مرتاح في مشاكل معينة المهم في اهتمام بيتي او على مستوى البيت رحيل في انتباه خلال هذا النهار حاول انك تمسك اعصابك وما تنفعل وما ثور عشان ما تكبر المشاكل ممكن اعطاء المنزلية وتهتم في تصليحها او ترميمها اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو جيد جدا على المستوى العاطفي اليوم عندك نشاط عاطفي وحضوض جيدة بتساعدك بتدعمك في بعض الامور ممكن تتواصل انت والحبيب خلال هذا النهار او لقاء او مقابلة او اتصال ولكن بدك تدير بالك من النزوات او المغامرات الغير مدروسة اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف الامور ضاغطة على المستوى البيت السادس على المستوى الصحي وعلى المستوى العملي يعني فيه تراكمات في الاعمال فيه تأخير في انجاز الاعمال موكلة لا اليك وضعك الصحي شوي مضطرب ممكن تشعر باشياء غير طبيعية بحاجة لمراقبة طبيبك او مراجعة طبيبك على اساس انه يهتم بوضع صحي ان وجد هذا الامر ممكن يصير فيه بعض الخلافات على مستوى مكان العمل اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه على مستوى الشراك المالي والعاطفي الامور مستقرة ما فيه لا شيء ايجابي ولا سلبي على مستوى بيتك الثامن نفس الشيء لا شيء ايجابي ولا سلبي يعني الامور طبيعية ما فيه اي شيء بخوف اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف ان الامور ممتازة جدا على مستوى السفر والامتحانات الجامعية الاتصالات التنقلات التواصل مع اشخاص خارج البلاد يعني فيه نوع من انواع الود والولف والنوع من انواع التواصل الايجابي اللي ممكن تحقق من خلاله انجازات اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف بيت السمعة ضاغط عليك فعشان هيك برضو الاعمال بتتراكم عندك حاول انه انت ما تتأخر في اعمالك حتى ولو كثرت حاول ما تدخل بمواجهة مع زملائك بالعمل او رؤساك بالعمل ما تعمل باي شيء مشبوه او فيه نوع من انواع المخالفات اللي بتأثر على السمعة باي باب من الابواب مهما كان اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الامور ايجابية على مستوى علاقاتك العامة او العلاقة مع الاصدقاء ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة ويكون الاهتمام جيد وايجابي اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط عليك فعشان هيك برضو بضغط على الصحة شوي خصوصا الاشخاص اللي من برج الميزان اللي عندهم امراض مزمنة زي ضغط او سكر او اي امراض مزمنة بدون ينتبهوا لوضعهم الصحي ممكن منكو يهتم بصحة احد المقربين او بشخص من العزيزين عليهم ولكن انه بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول ان تنظم غذائك حاول انك انت تنجز الاعمال المكللة لك وتخلد للراحة برج العقرب ادخلوا التعديل المطلوب على اموركم المالية المشتركة في ساعات الصباح بسلكوا خبر صار من بعيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ترتفع فيها المعنويات وتقوى للحضود ممكن يكون فيه سفر او تشارك بمؤتمر او ممكن يصل لك خبر من بعيد ممكن تلتقي ببعض الاشخاص حول تاولة حوار او تفاوض ممكن تعالج مسائل متنوعة يعني بيتك التاسع رح يدعمك بشكل ايجابي خلال هذا النهار على كل الامور اللي الها علاقة بالامتحانات والسفر والاتصالات والتنقلات وتجديد الاقامة والفيزا وهجرة تأشيرة اي شيء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيتك الاول فامر فارغ ما فيه اي نوع من انواع الامور اللي بتضغط عليك خلال هذا النهار بالعكس مزاجك رائق فيش عصبية فيش شاضة يعني الامور طبيعية على طبيعتك اذا انت من النوع النكد فهو نكد اذا انت من النوع المرح فانت مرح خلال هذا النهار يعني ما فيه ضغوطات سلبية ولا ايجابية انت على طبيعتك اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم عندك بعض الاهتمامات المالية ممكن يكون بعض المستحقات او المطالبات المالية او ضغط مالي او مصريف الزيادة ببذخ خلال هذا النهار خصوصا في ساعة الظهر اما باقي النهار فهو ايجابي ممكن اليوم تحصل على مال من تعويض او من دعم من جهة خارجية او هدية اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم بدك تكون حذر برضو في تنقلاتك واتصالاتك ما تعتمد على الحظ نهائيا خصوصا في السفر القصير او النقاشات ممكن تحتد لاي تصرف تزعل تذيغ من تصرف معين اللي عنده امتحان ما قبل الثانوية العامة بده يكون مستعد وجاهز ما فيه داعي للمغامرات في القيادة ممكن يصير فيه اعطال في التليفون في السيارة في تنقلاتك وفي اي اشي من هاي الامور اما بالنسبة لبيتك الرابع فيه عندك اليوم نوع من انواع الضغط على مستوى البيت فيه نوع من انواع التوتر فيه اشياء بتلفت انتباهك داخل المنزل او بتستفزك داخل المنزل او ممكن تهتم بصحة احد المقربين لا اليك يراعي انتباهك ويشكل لك نوع من انواع العبء او التوتر يعني فيه ضغط على مستوى البيت ممكن اعطال ممكن صيانة ممكن افكار بشراء شيء معين ممكن مع احد افراد المنزل يعني كل الامور هاي واردة فعشان هيك حاول انك تمسك اعصابك فيه تعامل في هاي الامور البنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس ففيه توتر معين على المستوى العاطفي يعني نوع من الشك نوع من الغيري نوع من الخيانة نوع من الامور المؤلمة بينك وبين الحبيب سوء التفاهم عصبية شغلات زي هيك حاول انك تمسك حالك وما تكبر الامور مشي الامور بعقلانية بدون تهور او اندفاع ما في داعي لأي مغامرة بالحضوظ او بالامور اللي الها علاقة بالنزوات او المراهنات او اي شيء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيتك السادس فالامور ايجابية على مستوى العمل تقدر تنجز كثير من الاعمال الموكللة اليك فيه نوع من انواع يعني الضغط المال العملي رح يصير عليك خلال فترة الظهر والمساء حاول انك انت ما تستسلم انجز الاعمال الموكللة ما تخليها تتأخر او تتأجل راقب وضعك الصحي برضو من بعض التوترات الصحية اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة فاليوم امورك ممتازة على مستوى الشراكة تقدر انت تنجز كثير من الاعمال اللي بتطلب التعاون ما بينك وبين الشركاء او ممكن تترافقوا في مكان او مشوار او شيء زي هيك ويكون الوضع ايجابي اما بالنسبة لبيتك الثامن ففي امور مالية ممكن تيجيك على شكل هدية او منحة او هبة او عن طريق شراكة يعني من هذا القبيل او ممكن امور مالية عن طريق دائرة حكومية الوضع اجمالا ايجابي لولا انه في ضغط المصاريف اللي رح يكون فترة الظهيرة اما بالنسبة لبيتك التاسع فاحنا حكينا انه بيتك التاسع ايجابي وذكرناه في البداية مع حركة القمر اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة ما زالت الامور ضغطة على بيت السمعة شوي في نوع من انواع التوترات حاول انه ما تدخل باي مواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل حاول تنجز العمال الموكرلة لك بدون تلقق او تباطق او انك تطنش ما تخالف القوانين ما تدخل باي شيء مشبوه اي شيء بشوه السمعة حاول انك تبتعد عنه في هذه الفترة اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم في نشاطات على المستوى العلاقات العامة ممكن اليوم قابل اصدقاء او تزور اصدقاء او يكون فيه لقاء بينك وبين الاصدقاء ممكن دعوة لحضور حفلة او مناسبة او امور الها علاقة بالتواصل العائلي يعني الوضع اجمالا ايجابي على مستوى العلاقات ممكن واحد منهم يساعدك من اصدقائك يساعدك في مسألة معينة فيكون الامر لصالحك اما على مستوى بيت المتاعب فالامر ضاغط بشكل كبير على بيت المتاعب فحاول انك انت تنجز العمل المكللة اليك بدون تلك او تباطئ ولكن اعمل على الاشي الضروري والمهم جدا راقب وضعك الصحي انتبه لغذائك ما في داعي للتصرع وما في داعي انك انت تأمن لأي شخص ببساطة وسهولة حاول تكون حذر من اعدائك اللي ممكن يكونوا بك يدولك بشيء معين الله يا ربي يحميك برج القوس طبعا بالنسبة للقوس معروف ان القمر موجود مقابلهم تماما في الجوزاء يعني الامور الها ضغط على الامور اللي الها علاقة بالشراكة شراكة عمل وعاطفة خلال يومين الماضية كان ضغط كبير موجود على هذا المكان ولكن الان اللي رح ينتقل للبيت الثامن يعني برضو لسه في نوع من انواع ضغوط موجودة في فترة الصباح بتعيدوا ضبط اموركم المالية المشتركة باستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط انك انت تتحلى بالهدوء والليوني والصبر بنتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل اولوياتك اذا دعت الحاجة دقق في التفاصيل ما تخلي الامور تمشي بشكل عفوي يعني فيه نوع من انواع لسه التوتر على البيت الثامن وقلل من مصاريفك اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه الامور جيدة شخصيتك قوية ثقتك بنفسك عالية جدا مبسوط فيه عند نوع من الفرح موجود عندك ولكن انه ضغوط اللي من البيوت الاخرى هي اللي شوي ممكن تأثر على نفسيتك ولكن انت بالنسبة للك يعني وضعك الاجمالا الشخصي مستقر اما بالنسبة لبيتك الثاني فالضغط المالي هو الاكبر للمرهقك وبوترك بدخلك شوي هيك في نوع من انواع الحيرة في ترتيب الميزانية تبعتك او تحاول انك تطلع من الضغوط اللي انت موجود فيها بعض المطالبات المالية ولكن احذر من المصاريف الزائدة لانه ما في الهداعي في الفترة هاي اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف الامور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات ممكن اليوم تتفاوض في مسألة معينة او تتواصل مع فئة معينة تناقش به جراءة عندك سرعة بديهة او قدرة على الاقناع بشكل ممتاز ولكن في ساعة الذاهرة بدك يعني ادير بالك من بعض الانفعالات او العصبي اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف مستوى البيت برضو في اهتمام حد جدا يعني لدرجة انه في مسألة منزلية مقرقيتك او مخوفيتك او شوي مخليتك بحيرة معينة حاول انك انت تعطي اهتمام اكثر للبيت حاول انك تحل المشاكل هاي بعقلانية بدون توتر وعصبية الامور بتنحل وبتمشي ان شاء الله تعالى ولكن بدون هذا التشنج يعني اي اعطال منزلية او اي مشاكل منزلية او اي شخص مريض في البيت الفترة هاي بتطلب منك الاهتمام في اكثر ولكن بدون هالعصبية اللي انت موجود فيها اما بالنسبة لبيتك الخامس الامور العاطفية بلشت تستقر شيئا ما خلال هذا النهار في عندك ميور عاطفي للتواصل مع الحبيب او لقاؤه او حتى انك تتفقد في مسألة معينة اليوم ايجابي على مستوى الحضوض برضو يعني بدعمك الحظ شيئا ما ولكن ما في داعي لا للنزوات ولا للمغامرات خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السادس وضعك بالنسبة للعمل اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المكللة لك تقدر تساوي اعمالك او تعمل على نوع من المساومة على انجاز الاعمال هاي في قدرة هائلة على انجاز كثير من الاعمال بتقدر تقدم حتى لوظيفة خلال هذا النهار راقب وضعك الصحي بس في ساعات الظهيرة ممكن يعني وضع صحي او تراكم اعمال عندك او ضغط اعمال اما بالنسبة لبيتك السابع فامور الشراكة المالية والعاطفية يعني شوي ايجابية ما بنحكي سلبية ولكن في ساعات الظهيرة ممكن تحتد وتعصب مع احد الشركاء يعني حاول انك تمسك اعصابك اما في بيتك الثامن حكينا عنه بيتك التاسع اه يعني بيت السفر ممتاز في فكرة بالسفر او مشروع سفر او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او دراسة امر معين العلاقة بالفلسفة او بالدين اه الاهتمام بايشي العلاقة بالرياضة خلال هذا النهار برضو رح يكون بالاوج يعني باعلاها اللي عنده امتحان رح يقدم بشكل جيد واللي عنده اه تجديد اقامة او فيزا او او سفر برضو اه رح تكون جيدة اما بالنسبة لابيت السمعة فما زال ضاغط فعشان هيك بيقول لك دير بالك من انك تخالف اي شيء الو علاقة بالسمعة او تشوه سمعتك باي تصرف مهما كان اه ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل اه حاول تنجز الاعمال المكللة اليك بدون تلك او تباطئ اما بالنسبة لابيت العلاقات فما زال بيت العلاقات جيد يعني بتقدر اليوم تتواصل مع احد الاصدقاء او ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او زيارة او عزومة او شيء من هذا القبيل الوضع ايجابي وجيد بيدعمك بشكل ايجابي وجيد ممكن يساندك احد الاصدقاء او المعارف في حل مسألة عالقة اما بالنسبة لابيت متاعبك فانا شايف انه ضاغط عليك بشكل كبير لدرجة انه انت شوي يعني صرت تشك في الاشخاص اللي موجودين حواليك وبسلوكياتهم اتجاهك حاول انك انت ما تستسلم وما تأمن شر اي حدا ولكن اأمن وما تفرط بسرك لاي حد اما بالنسبة لأعمالك حاول تنجز الاعمال الضرورية راقب وضعك الصحي غذائك اكلك طعامك شربك وحاول انك تخلد للراحة مرج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم في ساعات الصباح بتنجحوا في تعزيز شراكتهم هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسئوليات اتجنب ردات الفعل العنيفة يعني الفترة فيها نوع من انواع السلبية على مستوى الشراك المالية والعاطفية فيه نوع من الارتباك نوع من الغضب نوع من العصبية يعني القمر كان موجود في البيت السادس الان انتقل مقابلك مباشرة فبضعف طاقتك بشكل كبير عشان هيك بتتركز الامور على الصحة على الشراكة على الحالة النفسية يعني وضعك النفسي شوي مضطرب خلال هذا النهار حاسس بنوع من انواع الفقدان السيطرة او عدم الاتزان او هيك نفسي اللي مش مرتاحة داخل باكتئاب يعني افكار بتروح بتيجي في راسك مقلقيتك حاول انك تطلع من هذا الجو باي طريقة على اساس انه انت تشحن حالك بطاقة ايجابية اما بالنسبة لابيتك الثاني فانا شايف انه جيد جدا خلال هذا النهار على المستوى المالي ممكن اليوم تحصل على مال من دعم او تعويض او نوع من انواع العمل الاضافي ممكن يجيب لك مال ولكن في فترة الظاهرة احضر من المصاريف الزائدة او بعض الضغوطات المالية اما بالنسبة لابيتك الثالث فانت فما عندك قدرة بالتركيز بنوع المفاوضات والتواصل مع الناس في حدية وعصبية موجودة في طباعك حاول تمسك عصابك شوي هيك وهدي حالك ما تغامر وما تندفع وما تتهور خلال هذا اليوم خوفا من الحوادث او خوفا من الاصابات يعني بدك تكون حذر اما بالنسبة لابيتك الرابع ما زال امر البيت شوي بوترك بقلقك ولكن اليوم راح يكون اخف من اليوم امس او الايام اللي مضت في نوع من انواع التوازن البيتي او التفاهم البيتي ممكن يساعدك في هذه المسألة ولكن بلفت انتباهك شيء في البيت وتحاول تهتم فيه خلال هذا النهار اما بالنسبة لابيتك الخامس الامور العاطفية هي اللي بيأوجهها خلال هذا النهار تتواصل مع الحبيب او تتصل في الحبيب يعني فيه نوع من انواع الولف ما بينك الولفة او الالفة ما بينك وبين الحبيب يعني امور جيدة جدا راح تكون على مستوى الحظ على مستوى الحبيب على مستوى النزوات على مستوى المرح الفرح الشغلات اللي زي ايك يعني بتخفف عليك كثير من الضغوط اما بالنسبة لابيتك السادس فانا شايف انه الامور على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الاعمال المكللة الى اليك بتقدر تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ولكن بدك تحضر في ساعات الظاهرة من بعض التوترات العصبية او بعض الاشياء اللي ممكن ارقك صحيا فترة بسيطة يعني بدهم ساعتين ثلاثة وبعدين بتنتهي انجز العمل المكللة اليك مهما كانت ما تخليها تتراكم عليك الوضع على مستوى العمل ممتاز اما بالنسبة لابيت الشراك المالية والعاطفية فهو ما هو خالي من الحضوض وله ايجابي كثير يعني الامر تقريبا نقدر نحكي انه فارغ من اي تأثيرات او على طبيعته على حسب انت طبيعتك اما بالنسبة لابيتك الثامن فانا شايف الامور جيدة اليوم على مستوى الامور المالية في نوع من انواع الدعم المالي او المساعدات المالية او امور الهلاقة باموال اللي بتجيك عن طريق شراكي او تعويض اما بالنسبة لابيتك التاسع فعندك اليوم اي شيء لعلاقة بالخارج او اشخاص خارج البلاد او سفر او اتصالات اه تجديد اقامة مراجعة مؤسسات الحلاقة بالسفر بالهجرة كلها هاي امور ايجابية واللي عنده امتحار رح ينجز بشكل جيد جدا خلال هذا النهار اما بالنسبة لابيت السمعة فما زال بعطي نوع من انواع الضغوط بضغطك بشكل قوي فحاول انك ما تدخل باي شيء الو علاقة بتشويه السمعة يعني ما في داعي لمواجهة رجال القانون او مخالفة القانون او الدخول في اشياء مشبوهة او التهور والعصبية مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل حاول انك تنجز الاعمال الموكللة اليك بدون تلك او تباطئ حاول انك انت برضو ما تتغيب عن عملك وبرضو ما تتأخر عن عملك اما بالنسبة لابيت ال 11 اللي هو علاقة بالصداقات والعلاقات فهو جيد جدا خلال هذا النهار اليوم تقدر تحقق انجاز ما بينك وبين صديق معين او تتواصل انت وصديق معين او ممكن انك انت تحل مشكلة معينة كانت فيه نوع من انواع اللبس ما بينك وبين صديق اليوم بتحلها ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او حتى لعزوم الطعام اما بالنسبة لابيتك ال 12 بيت المتاعب فهو تماما امن ما فيه اي مخاطر عليك بالعكس الامور ايجابية ودعميتك بشكل ايجابي بتقدر تنجز كثير من الاعمال الممكن اللي لقلك بدون تردد يعني مشحون بطاقة عالية جدا خلال بيت ما تعبك برج الدلو ما بيتخلى الحض عنك عاطفيا وماليا حتى ساعات الصباح بعدين بدكوا تنتبهوا اكثر لصحتكم بدك تكون عنصر ايجابي ما تسبب النفور خصوصا للاشخاص اللي حواليك بتستعيد كامل حيويتك بتدور الاحداث بسرعة ونشاط وبتمارس عملك بحماسة المهم انه بدك تدير بالك من اي اضطراب صحي القمر حكينا بقى في البيت الخامس لا اليك الان موجود في بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك بدك تكون حذر رغم انه في ايجابية بتدعمك على مستوى العمل في بيتك السادس في نوع من الانجازات على مستوى الاعمال خلال هذا النهار وحتى على المستوى الصحي راح تكون ايجابي ولكن برضو مش غلط انك تنتبه على حالك اما بالنسبة لبيتك الاول فهو احسن من الايام المضت يعني نفسيتك احسن اليوم تقدر اليوم تنجز كثير من الاعمال وانت واثق من نفسك بدون اي تأثيرات خارجية اما بالنسبة لبيتك الثاني فنوع من انواع الضغط المالي ما زال مستمر عليك في بعض المصاريف او الالتزامات المالية او الامور المالية اللي بتأرقك خلال هذا النهار حاول انك انت ترتب امورك المالية بشكل جيد ولكن دير بالك من الانفاق والمصاريف لانه ما في داعي لهذه الامور في خلال هذه الايام خصوصا شراء الاشياء اللي مش لازمة او اللي مش ضرورية اما بالنسبة لبيتك الثالث فما زالت الامور جيدة على مستوى بيتك الثالث افضل من الايام اللي مضت في عندك نوع من انواع التواصل والاتصالات سرعة البديهة ذهنك متيقب تماما بتقدر اليوم انت تناقش بجراءة وثقة ولكن بدك تدير بالك انه في ساعات الظهر وفي ساعات المساء في نوع من انواع الحدية والعصبية او التهور فحاول انك تمسك حالك وما تغامر في هذه الاوقات اما باقي النهار فالامر ايجابي حتى على مستوى الامتحانات والمقابلات برضو جيد اما بالنسبة لبيتك الرابع فامور بيتك الرابع ممتازة اليوم استقرت الامور ولكن في ساعات ما قبل الظهر بدك تدير بالك من اي شيء ممكن يوترك او يخليك تنفعل او تعصب امسك حالك امسك اعصابك وخلي اهتماماتك المنزلية الها نوع من المساحة في حياتك ما تخلي البيت هذا فارغ يعني في شيء معين او حدث معين بلفت انتباهك او بعزز انتباهك على مستوى البيت او الاهتمام بصحة احد الموجودين في البيت اما بالنسبة لبيتك الخامس فالامور العاطفية جياشة عندك خلال هذا النهار في نوع من انواع الحظوظة بتدعمك في نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الحبيب او لقاء عاطفي معين بيخفف عليك كثير من المشاعر والضغط اللي انت بتحس فيه في الفترة الماضية ممكن اليوم تفكر انك تخرج في مغامرة معينة مع الحبيب بقول لك بلاش يعني ما في داعي للمجازفات والترفيه خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السادس فحكينا عنه بالبداية بداية الحلقة شو بداية التوقع خصوصا انه القمر موجود فيه بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو جيد تماما بدعمك بشكل ايجابي في نوع من انواع الايجابية اللي بتساعدك خلال هذا النهار مع شركائك بالعمل وشركائك بالعاطفي اما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم ممكن تحصل على دعم مالي او مساعدة مالية من جهة ما او من شخص معين كهبة او نوع من انواع المال الشراكي شريكك يدعمك زوجتك زوجك يدعمك بنوع من النقود ولكن بدك تدير بالك انه برضو ما زالت الامور ضاغطة على المستوى المالي فتدير بالك من المصاريف والالتزامات الزيادة اما بالنسبة لبيتك التاسع فهو ايجابي تماما على مستوى السفر والامتحانات والتنقلات والتفاوض والمناقشات والمؤتمرات وووو الى ما لنهاية بكل شيء العلاقة بالبيت التاسع فعشان هيك هذا اليوم تقدر تسافر وانت مرتاح وتقدم امتحاناتك وانت مرتاح تجدد اقامتك تجدد تأشيرتك تطلب فيزا او تأشيرة لسفر يعني الامور ممتازة اما بالنسبة لبيتك العاشر فبيت السمعة ما زال ضاغط زي ما هو ضاغط على جميع الابراج فدير بالك من اي مجازفة او مغامرة او شيء على مستوى بيت السمعة فبدك تمسك حالك ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل انجز الاعمال الموكللة لك ما تتلك وما تتباطئ ما تتخلي الاعمال تتراكم عندك ما تدخل بمواجهات او مخالفات قانونية او اعمال مشبوهة يعني اي شيء بشوه السمعة دير بالك منه اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف على مستوى العلاقات بيأوجي الموضوع ممكن لقاءات مع اصدقاء او دعم من اصدقاء او نوع من انواع دعوي حضور حفلي مناسبة تكريم اه شغلات زي هيك هاي كلها مفتوحة بشكل ايجابي على جميع الاتجاهات بالعلاقات العامة اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما زال طاغط بخوة فعشان هيك دير بالك من تآمر اي شخص عليك بالخفاء وبرضو بدك تأمن شر اعداءك بالفترة هاي اي راقب وضع صحي قديم عندك او عند احد المقربين لا اليك ممكن تهتم بزيارة مستشفى او او سجون او او مرضى اهم اشي انت بالنسبة لا اليك انه راقب وضعك الصحي انجز العمال الموكلة لا اليك الضرورية راقب غذائك اكلك شربك اه حاول تهتم في نفسك اكثر وحاول انك تخلد للراحة برج الحوت بتنهمكو بامور الهاصلة بالبيت والعائلة حتى ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بصير القمر انتقل لبيتكو الخامس بيت العاطفي عشان هيكي بتزداد رغبتكو في التقرب والتفاهم مع احبائكو وتزداد وطيرة العمل بشكل واضح بتقدر انك تعالج كتير من المسائل اليوم بعقلانية يعني بتكون حضوظ داعميتك بشكل ايجابي خصوصا بعد ساعات الصباح الامر العاطفي عندك رح يكون بأوجه لقاءات العاطفية رح تكون بأوجها في نوع من انواع التواصل مع الحبيب رح تكون مفيدة ولكن دون مغامرات او تهور خلال هاي الفترة اما بالنسبة لابيتك الاول فثقتك في نفسك شوي زعزعة لسه مش واثق من حالك في نوع من انواع التردد او ايك الاضطرابات النفسية او نوع من الكآبة او الاكتئابات او هذا حاول تطلع من هذا الجو بأي طريقة لشيء مهم يعني ايش حنحالك بطاقة ايجابية اما بالنسبة لابيتك الثاني فاليوم الامور المالية احسن من اليومين اللي مضوا اليوم في فرص لمكسب مالي من عمل اضافي او تعويض او شراكة او شيء له علاقة بالدعم بساعدك هذا الامر اما بالنسبة للمصاريف فحاول انك انت تمتنع عن المصاريف الماء الهداعي او اللي يعني النفقات الزائدة هاي امنع حالك عنها اما بالنسبة لابيتك الثالث فالامور ايجابية على مستوى التنقلات والاتصالات واقناع عن الاشخاص بوجهة نظرك المؤتمرات المقابلات كلها ايجابية يعني بتقدر تنطلق اليوم باكثر من اتجاه باكثر من نقاش باكثر من موضوع وانت واثق من حالك لانه عندك سرعة بديهتك عالي جدا والحظ بدعمك في هذا النقطة اما بالنسبة لابيتك الرابع يعني في نوع من انواع الاهتمام بالبيت او بأهل البيت او بالسكن او بمكان الاقامة يعني كلها هاي الامور ممكن اليوم تنشغل فيها او تشتغل عليها بشكل ايجابي وتقدر تنجزها اما بالنسبة لابيتك الخامس فانا شايف انه الامور العاطفية زي ما حكينا باوجهة زي ما ذكرنا في بداية التوقع اما بالنسبة لابيتك السادس فانا شايف الامور عن مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال الموكللة اليك تقدر تحقق كثير من الانجازات عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على انجاز الاعمال الموكللة اليك بتراقب وضع صحي اليك او لأحد المقربين او احد الاشخاص اللي بعزوا عليك اما بالنسبة لابيتك السابع فانا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفية الأمور جيدة جدا اليوم ولكن في ساعات الظاهرة ممكن تشعر بضغط معين أو شيء عصبك أو يزعجك حاول أنك تمسك عصابك فترة مؤقتة وبعدين الأمور بتمشي بالاتجاه الصحيح بدون ما أنت تندفع يعني بدون ما تتهور يعني الأمور جيدة ممكن شوي هيك يحصل نوع من أنواع الدعم من بعض الشركاء لا إلك تحصل على بعض الأموال من شريك العاطفة أو شريك المال يعني من زوج من زوجي صح لك دعم هيك أمور كويسة أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأمور مستقرة ما في أي شيء إيجابي أو سلبي على الموضوع رغم أنه في فرصة في ساعات بداية النهار لا أمور إلى علاقة بالمال ممكن يجيك مال عن طريق الشريك أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى السفر جيد جدا العلاقات اللي إلها أو الأمور اللي إلها علاقة بالسفر أو الامتحانات أو التنقلات أو الاتصالات كلها أمور إيجابية فيه اهتمام فيه مسألة العلاقة بالخارج بحدا في دول خارجية غير الدول اللي أنت عايش فيها أو ممكن يجي شخص من الخارج لعنده زيارة أو ممكن أنت تتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن يكون في نوع من الفكرة بالسفر بدك فيزا أو هجرة أو أمور من هذا القبيل فهذا كله رح يكون إيجابي خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك العاشر يعني بيت السمعة شوية بضغطك لكن أنا ما بقدر أقول لك أنه ما تحترسش لا بدك تحترس وتدير بالك حاول أنه ما تتغيب عن عملك حاول أنك تنجز الأعمال الموكلة لإلك ما تدخل بمواجهات أو صدامات مع زملائك بالعمل أو رواسائك بالعمل انجز الأعمال الموكلة بشكل قوي خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى للصداق ما زالت يعني أو العلاقات العامة ما زالت في مشكلة قائمة أو في مشكلة رح تصير معك مع أحد المعارف دير بالك من الحدية في الطباع معاه لأنه في الفترة هاي ممكن تخسر صديق بخسارة بدون رجعة فحاول أنك تتعامل بأمور يعني ببينة أكثر بدون ما تحكم بشكل غيبي على الأشخاص وبدون عصبي يعني الأمور بتمشي بدون عصبي أما بالنسبة لبيتك 12 فعلى مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالبيت المتاعب فأنا شايف بيت المتاعب ضاغط عليك بشكل كبير حاول أنك أنت ما تدخل في أي شيء مشبوه أو مخالف للقوانين حاول أنك أنت تنجز الأعمال الممكنة لإلك راقب وضعك الصحي أو وضع صحي قديم راقب وضعك الغذائي والأكل والشرب بشكل جيد اهتم براحتك بالفترة هاي بشكل كبير يعني عشان تكون أنت برضو بالأمن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء